من الجزائر ينضم إلينا مرسل غد كريم قندولي كريم كيف تابع الشعب الجزائري تصريحات اليوم للقايد الصالح وأيضا مجريات القبض والتحقيقات مع المتهمين بقضايا فساد نعم سهام يعني القايد الصالح حتى الآن في يومين متتليين يبث خطابا يعني تقريبا مزدوجا في الأمس كان قد تحدث ولام الشعب أيضا وهؤلاء المتظاهرين الذين يحاولون أن يعرقلوا مهام الإطارات الدولة في إشارة إلى الوزراء طلب منهم احترام ذلك أيضا لام هؤلاء الذين يقاطعون الندوة التي دعا إليها الرئيس المواقع عبدالقادر بن صالح هذا تمسك بتطبيق المدامية واثنتين بحدفها ونحو الحوار ويمشجع على الحوار وكل ما يبدر من أجلي ربما أن يشجع الحوار أولا ثم بعدها تأتي الحلول اليوم كده أيضا على ضرورة التشبث برسالة نوفمبرية هذا أمر جيد لكن الرسالة المتظاهرين ورسالة الشعب واضحة برحيل هؤلاء الباءات المتبقية بعد رحيل بالعيزة يعني البقية هناك سهولة في تطبيقها لو أرادت فعلا المؤسسة العسكرية أن تتبق رحيل الباءات الثلاثة التي طالب الشعب برحيلها لماذا كل هذا؟ ممكن أيضا أن المؤسسة العسكرية حسب مراقبين تراهنوا على أن ربما هذه الموجة من التظاهر قد تخفت نوعا ما في الأسبوع المقبلة هذا الحراك لن يكون ربما حسبها بنفس الطريقة وبنفس الهبة الشعبية الكبيرة وبالتالي نحن أيضا على أبواب رمضان حتى الشه الجيش وقايدة الأركان تحدث حول القدرة الشرائية وحول رمضان واستمرار الأوضاع بنفس الطريقة قد تؤثر على القدرة الشرائية ونحن على أبواب رمضان هذا من جهة نتكلم حول قضايا الفساد التي الآن المؤسسة العسكرية هي أولا إلى فتح هذه الملفات والعدالة الآن تسارع بوتيرة عالية الإخوة كنا متهمون في قضايا فساد وضلوعهم في أيضا استغلال النفوذ العام وموظفون في قطاع الصناعة ووزارة الصناعة وبالتالي اليوم التهم المنسوبة خطيرة جدا وكبيرة وقد تنتهي بهم في استجنهم الآن قد الحبس الاحتياطي ولكن المحامي محامي الإخوة كونيناف يقول يجب أن نغلب الأمور التقنية وأمور الدولة على العاطفة في إشارة إلى أن الإخوة كونيناف ممكن أن يواجهوا قضايا كبيرة قد تصل إلى حد الخيانة للمؤسسات وخيانة أيضا المسؤولية التي وضعت فيهم خاصة أن هذه العائلة كانت مقربة جدا من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وحتى والقدور عبدالبومن رئيس العام لصناعة راكي قد نحي أو وزح من مصبه بسبب علاقته مع هذه الأخوة نعم كريم شكرا جزيلا لك كريم قندولي مرسل على كل هذه التفاصيل كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لك